بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الواحد والثلاثون والخاص بمنهج TCMP Switching 315 مستوى الاحتراف في تبديل البيانات شاهد تعلم واستمتع وصلنا إلى الجزء الثامن والأخير في منهج TCMP Switching 315 واللي بينقسم إلى فصلين الفصل الثالث والعشرين اللي هو التكشنري أو قاموس المصطلحات والفصل الرابع والعشرين واللي هو نموذج امتحان الـ TCMP Switching 300-115 وبالتالي نلاحظ أن الجزء الثامن والأخير هو عبارة عن عملية مراجعة للمواضيع طبعا تعتبر مراجعة سريعة للمواضيع اللي تم دراستها في منهج CCMP Switching 315 نبدأ بالفصل الثالث والعشرين واللي راح ناخذ فيه أهم المصطلحات المتعلقة بمنهج CCMP Switching 802.1Q وهي طريقة لتمرير الفريمز التابعة للفريمز المختلفة من خلال رابط الترنك اعدمادا على المعيار IAA802.1Q الـ Access Layer طبقة الوصول وهي طبقة في الشبكة والتي تحتوي المستخدمين المتصلين بالشبكة والسويتشات التي تربط أجهزة المستخدمين الـ ActiveFerge والفوروردر AVF وهو راوتر يعمل في بروتوكول الـ GLBB والذي يقوم بأخذ العنوان الافتراضي ويقوم بإرسال البيانات التي استقبلها من هذا العنوان أي أن هذا الراوتر هو تابع للراوتر الرئيسي اللي هو راح يكون الـ FEG عندي الـ ActiveFerge والـ Gateway اللي هو الـ FEG وهو الراوتر الذي يقوم بالرد على جميع استفسارات الـ ARP لطلب الفيرج والـ Address حيث يقوم بالرد عليها من خلال الفيرج والـ MAC Address بالتناوب فيما بينه وبين راوترات مجموعة بروتوكول الـ GLBB الـ Agency Table وهو جدول يستخدم في تقنية السف لجمع العنوان الفيزيائية للأشهزة التي من الممكن الوصول إليها وهو نسخة من الـ ARP Cache Alternate Port وهو في الـ Rapid Spanning Tree Protocol وهو منفذ احتياطي للـ Root Port بحيث أنه يملك أفضل مسار يؤدي للـ Root Bridge وبما أنه احتياطي فهو مغلق حتى يتعطل الـ Root Port الرئيسي عندها يحل محله ليصبح هو الـ Root Port في داخل السويتش الـ ARP Poisoning تسميم الـ ARP والذي يعرف بـ ARP Spoofing وهي عملية هجومية حيث يقوم المهاجم بإرسال ردود ARP ARP Replay معدى بشكل خاص لتظهر عنوان MAC Address الخاص بجهاز المهاجم على أنه العنوان الخاص مثلا بالبوابة الافتراضية أو أي جهاز آخر مستهدف مما يجعل الضحية عندما يقوم بمراسلة الجهاز الذي تم تزوير الماك آذس الخاص به فإنه يقوم بإرسال البيانات فعليا إلى جهاز مهاجم الشبكة مما يجعل المهاجم ينجح في تنفيذ Man in the Middle Attack Auto Negotiation التفاوض التلقائي وهي آلية بيتم استخدامها فيما بين الجهاز ومنفذ السويتش المتصل به ليتم التفاوض والتحول الأوتوماتيكي لسرعة الرابط اللي هو السبيد والدابليكس مود اللي هو نظام الإرسال هالرح يعمل كفول دابليكس أو هاف دابليكس الباكبون فاست وهي خاصية في الاسبانيك تري بروتوكول تقوم باكتشاف حالة وجود مشكلة في كابل الشبكة وتقوم بعملية التحول من المنفذ الذي فيه مشكلة إلى المنفذ المغلق احتياطيا ليتم تشغيله وهذه العملية سوف تستغرق مع الباكبون فاست 30 ثانية بدلا من مدة 50 ثانية التي يتم استهلاكها في بروتوكول الاسبانيك تري بروتوكول وذلك لأن الباكبون فاست يقوم بتجاهل توقيت الماكس ايج واللي غالبا بيكون 20 ثانية الباكبون بورت وهو موجود في الرابط سبانيك تري بروتوكول وهو منفذ احتياطي لمنفذ الديزيجنيتد بورت وسوف يظل هذا المنفذ مغلق حتى يتوقف منفذ الديزيجنيتد بورت الرئيسي عن العمل عندها يعمل ويحل محل المنفذ الرئيسي ويعمل كديزيجنيتد بورت البيبيديو وهي اختصار لبريتش بروتوكول دادا يونت وهي رسالة بيانات يتم تبادلها فيما بين السويتشات في الاسبانيك تري بروتوكول البيبيديو فيلترينج وهي عملية تصفية من خلالها يتم منع البيبيديو من ارسالها او معالجتها على منفذ السويتش وهذه الخاصية يتم تفعيلها على منفذ السويتش من النوع الاكسس البيبيديو غارد وهي مثلها مثل البيبيديو فيلترينج وهي خاصية في السبانيك تري بروتوكول تقوم بعمل ديسيبل لأي منفذ السويتش اذا استلم ببيديو بحيث نفعلها على منافذ السويتش من النوع الاكسس البرجينج لوب وهي حالة دوران البيانات الى ما لا نهاية على مستوى الطبق الثاني اللاير 2 وذلك في حال قيام سويتش بارسال فريمز وتعود اليه مجددا البرودكاست دومين مجال البث وهو مدى واحد في داخل الشبكة والذي تنتقل فيه البرودكاست سواء كانت فريم او بروودكاست باكت وكل منفذ جهاز يعمل في اللاير 3 هو مجال بث واحد وان بروودكاست دومين مثل منفذ الراوتر كل منفذ من منافذ الراوتر هو عبارة عن مجال بث واحد وان بروودكاست دومين الكام وهو اختصار لكونتينت ادرس ادرس ابل ميموري وهو جدول فائق الاداء يستخدمه السويتش في عملية ربط العناوين الفيزيائية بمنافذ السويتش مما يمكن السويتش من العثور على الاجهزة المرسل اليها نلاحظ ايضا انه هو بالاضافة الى الماك ادرس بيربط بالمنفذ المتصل معه في السويتش ايضا بيربطه مع الفيلان التابع لها المنفذ وبالتالي تابع لها الجهاز صاحب العنوان الماك ادرس الـ CDB اختصار لسيسكو دسكافري بروتوكول وهو بروتوكول ملكية خاصة بسيسكو والذي يتم استخدامه للاعلان واكتشاف الاجهزة المتصلة بجهاز سيسكو بشكل تلقائي SF اختصار لسيسكو Express Forwarding وهي طريقة ارسال بيانات خاصة بسيسكو لارسال بيانات الـ IP Packets الـ Collision Domain مجال تصادم البيانات وهو مجال موجود في جهاز السويتش حيث يمثل كل منفذ من منافذ السويتش مجال تصادم بيانات واحد مستقل عن باقي منافذ السويتش الـ Common Spanning Tree تعرف اختصارا بالـ CST وهو بروتوكول الـ Spanning Tree التقليدي الذي يقوم بإنشاء توبولوجي واحدة في داخل الشبكة لكل طبعا لجميع الفيلانز ويتم تعريفه بالمعيار IAA802.1D الـ Community في لان وهو نوع تابع للـ Secondary Private في لان منافذ السويتش التابعة للـ Community في لان واحدة تستطيع تتصل مع بعضها البعض ولكن لن تستطيع الاتصال مع Community في لان اخرى الـ Core Layer الطبقة الرئيسية وهي الطبقة التي تعتبر موجودة في اعلى تصميم للشبكة وهي تصل بها طبقة الـ Distribution غالبا تحتوي هذه الطبقة على سويتش او سويتشين من النوع الـ Core واللي هو يكون يعني يحتوي على اعلى مواصفات كون رح يتعامل مع كمية بيانات عالية حيث ان الـ Core Layer بتحتوي على السيرفرات وقواعد البيانات وبالتالي بنحتاج الى سويتشات تكون فائقة السرعة وقوية في التعامل لكي تتمكن من التعامل مع هذه الكمية الكبيرة من البيانات الـ CSMA-CA ويختصر لـ Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance وهي آلية مستخدمة في المعيار 802.11 والذي يرمض الى الشبكة اللاسلكية والتي يتجنب المتصرين من خلالها تصادم البيانات في الـ Wireless LAN أو الشبكة المحلية اللاسلكية الـ CSMA-CD واللي هي اختصار لـ Carrier Sense Multiple Access Collision Detection وهي آلية تتم استخدامها في شبكات الـ Ethernet للتحري عن حالات تصادم البيانات وفي حال حصول تصادم البيانات في الشبكة سوف يتم توقيتها طبعا الأجهزة اللي حصل فيها تصادم البيانات سوف يتم توقيتها بتوقيت عشوائي لكي تتمكن بعد انتهاءها من إرسال البيانات منما يجنبنا إعادة تصادم البيانات في الشبكة الدليل التأخير وهو مقدار الوقت المستهلك للباكت من أن يتم إرسالها في الشبكة أو من خلال الشبكة يعني الوقت المستغرق لكي تعبر البيانات من الجهاز المرسل إلى المرسل إليه في داخل الشبكة أو ممكن حتى تكون بتمر في شبكات مختلفة يعني أكثر من شبكة واحدة وهو منفذ السويتش غير منفذ الروت في داخل اللي هو عفواً وهو منفذ السويتش غير منفذ الروت في داخل برج وهو المنفذ المتصل مع سويتش آخر غير الروت بريج ويمتلق قيمة كوست أعلى للوصول إلى الروت بريج يقوم هذا المنفذ بإعادة إرسال البيبي ديو الخاصة بالروت بريج إلى السويتش المتصل به منفذ التيزيجنيتد بورت جميع منافذ الروت بريج طبعاً جميع منافذ الروت بريج اللي متصلة في السبنينغ تري بروتوكول توبولوجي بتكون من النوع تيزيجنيتد بورت الدييش سي بي وهو بروتوكول يقوم بعملية توزيع إعدادات الـ IP على الأجهزة في الشبكة مثل أجهزة البي سي والسيرفرات الموجودة في فيلان واحدة الدييش سي بي ريلي في حال كان لدينا دييش سي بي سيرفر في فيلان والدييش سي بي كلاينت في فيلان أخرى فعندها سوف يوجد لدينا في المنتصف جهاز الروتر والذي لن يسمح بتمرير الدييش سي بي ريكوست كونها بروتكاست فهنا سوف نحتاج إلى تنفيذ إعداد الدييش سي بي ريلي والذي يطلق عليه أيضاً الـ IP Helper Address حيث يتم السمح باتصال الدييش سي بي كلاينت مع الدييش سي بي سيرفر وذلك كون الروتر سوف يقوم بتحويل الدييش سي بي بروتكاست إلى يونيكاست حيث سوف يقوم الروتر برسالة دييش سي بي ديس كافر إلى عنوان الـ IP الخاص بالدييش سي بي سيرفر بشكل مباشر الدييش سي بي سنوبينغ وهي خاصية تفاعل على منافذ السويتش الغير متصلة مع الدييش سي بي سيرفر بحيث أنها تكون متصلة مع أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها وبالتالي يفترض على هذه الأجهزة أن لا تعمل كديي سي بي سيرفر بحيث ينبغي أن لا تقوم بالرد على رسالة ديي سي بي ديس كافر هنا ومن خلال الدييش سي بي سنوبينغ سوف نمنع جميع منافذ السويتش المتصلة بأجهزة أخرى غير الدييش سي بي سيرفر سوف يتم منع استقبال رسالة ديي سي بي أوفر من هذه المنافذ ويتم السماح فقط لمنفذ أو للمنافذ المتصلة بالديي سي بي سيرفر أو بالمسار المؤدي إليه كموثوق به لاستقبال رسالة ديي سي بي أوفر الديي سي بي فرجن 6 وهو إصطار الديي سي بي الذي يعمل مع إصطار الـ IP الإصطار السادس Discarding Estate وهي حالة في Rapid Spanning Tree Protocol وهي تعادل حالة Disabled في Spanning Tree Protocol حيث يتم في المنفذ التابعة له هذه الحالة سوف يتم حذف الفريمز ولا يتم تعلم عنوين فيزيائية من خلال هذا المنفذ Distribution Layer طبقة التوزيع وهي طبقة من طبقات تصميم الشبكة حيث أن السويتشات في هذه الطبقة والتي يتم من خلالها الربط فيما بين السويتشات الأكسس ببعضها البعض كذلك ربط هذه السويتشات الأكسس مع طبقة القور TTP اختصار لDynamic Trunking Protocol وهي طريقة ملكية خاصة بسيسكو والتي يتم استخدامها في عملية التفاوض في رابطة للترنك فيما بين سويتشين الدابليكس مسماتش عدم تطابق للدابليكس وهي حالة عندما يكون لدينا جهاز متصل بمنفذ السويتش وكل من الجهاز ومنفذ السويتش مختلفين فيما بينهما من ناحية الدابليكس أي التضارب فيما بينهما وبالتالي لن يعمل الاتصال فيما بين الجهاز ومنفذ السويتش مثل أن يكون الجهاز تم إعداده لكي يعمل بنظام الهاف دابليكس والجهاز تم إعداده لكي يعمل بالفول دابليكس هنا رح يحصل عندي تضارب ولن يعمل الجهاز ويتصل مع منفذ السويتش وبالتالي لن يتمكن الجهاز من الاتصال بالشبكة دابليكس مود وهي في تقنية الإيثرنت والتي تحدد كيفية التحكم بالاتصال ونقل البيانات فيما بين جهازين ويوجد لدينا هنا نظامين أو تو مود وضعيتين الأولى اللي هي الهاف دابليكس مود وهي أن يتم إرسال واستقبال البيانات ولكن ليس في نفس الوقت الطريقة الثانية اللي هي الفول دابليكس مود وهي تعني أن يتمكن الجهاز من الإرسال والاستقبال في نفس الوقت الدايناميك الابرانسبكشون ويتم اختصارها بدايا وهي خاصية أمنية وتقلل من الهجمات التي تستهدف الارب حيث يقوم الدي اي اي عند استقبال الارب ريبليز من منافذ السويتش الغير موثوق فيها يتم فحصها والتأكد من صحتها من خلال مقارنة المعلومات الموجودة في هذه الارب ريبليز بقادة بيانات الدي سي بي سنوبينج الـ Edge Board وهو في الRapid Spanning Tree Protocol وهو المنفذ الموجود في الشبكة والمتصل بجهاز واحد فقط Ether Channel وهو منفذ Logical يتم اعداده من خلال جمع مجموعة الكيابل الفيزيائية لكي تعمل معا ككيابل برمجي واحد Ether Channel Guard وهي خاصية تقوم بالتحري عن الأخطاء في اعدادات الـ Ether Channel في السويتش الـ FIP اختصال لـ Forwarding Information Base وهي قاعدة بيانات السف التي تحتوي على جدول التوجيه الحالي للراوتر Flooding وهي Ethernet Frame يتم إرسالها إلى جميع منافذ السويتش الـ Forward Delay وهي المدة الزمنية التي يقضيها منفذ السويتش لكي يتحول من حالة الإغلاق إلى حالة العمل حيث سوف يمر بمرحلة Listening ومن ثم مرحلة Learning والتي تستهلك مدة 15 ثانية لكل حالة وبالتالي يصبح المجموعة 30 ثانية الـ Hello Time وهي المدة الزمنية التي يتم فيها إرسال الـ Configuration BBDs والتي يقوم الـ Root Bridge بإرسالها كل 30 ثانية أو عفوا تلقائيا كل ثانيتين بيتم إرسالها الـ Heracle Network Design تصميم الشبكة الهرمي وهو تصميم الشبكة المؤسسية والتي تنقسم إلى ثلاثة الطبقات وهي طبقة الوصول الـ Access Layer طبقة التوزيع Distribution Layer والطبقة الأساسية اللي هي Core Layer الـ HSRP Active Router وهو راوتر في مجموعة الـ HSRP حيث أنه الراوتر المسؤول عن عملية توجيه البيانات حيث أنه الذي سوف يحتوي على الفيرج والماك أدرس والفيرج والآي بي أدرس الـ HSRP Standby Router وهو راوتر في مجموعة الـ HSRP والذي ينتظر الـ Active Router أن يتعطل ويتوقف عن العمل قبل أن يحل محله الـ IAA802.1X وهو معيار يعرف عملية التحقق استنادا على المنفذ فيما بين جهاز الشبكة وجهاز العميد الـ IAA802.3 وهو معيار يصنف كل أجيال الـ Ethernet عندي المصطلح Internal Philan Routing وهي وظيفة في أجهزة الطبقة الثالثة مثل السويتش والسويتشات متعددة الطبقات والتي تقوم بربط وإرسال الباكتز فيما بين أكثر من Philan ISL اختصار لـ Enter Switch Link وهو ملكية خاصة بـ Cisco وهي طريقة لعمل تاجينج للفريم والتي تمر من خلال رابط الترنك Isolated Philan وهو نوع من أنواع Secondary Private Philan ومنافذ السويتش التابعة لـ Isolated Philan كل منفذ منها منعزل عن الآخر اللازب وهي اختصار لـ Link Aggregation Control Protocol وهو بروتوكول يستخدم في عملية التفاوض الخاصة بـ Ether Channel LLDB وهو اختصار لـ Link Layer Discovery Protocol وهو بروتوكول عام والذي يتم استخدامه للإعلان واكتشاف الأجهزة المتصلة مع بعضها البعض بشكل مباشر Local Span وهي جلسة يتم إعدادها لعمل مراقبة حركة البيانات من منفذ أو Philan والذي يطلق عليها Source ويتم إرسال نسخة منها إلى منفذ الـ Destination والذي سوف يحتوي على جهاز تحليل البيانات مثل جهاز الـ IPS أو برنامج تحليل البيانات مثل الـ Wireshark سميت بـ Local Span لأن كل من الـ Source والـ Destination يتواجدان في سويتش واحد Loop Guard وهي خاصية في Spanning Tree Protocol وهي خاصية تقوم بتعطيل منفذ السويتش إذا تم فقدان مفاجئ للبيبي ديو Max Age Time الفاصل الزمني الذي يقوم السويتش فيه بتخزين البيبي ديو الخاصة بالروت بريج قبل أن يتم حذفها في حال انتهت هذه المدة ولم يستلم من الروت بريج البيبي ديو أخرى عندها يتم حذفها والمدة التلقائية هي 20 ثانية MST وهي اختصار لمالتيبول سباننك تري وهو بروتوكول عام يتم من خلاله بناء أكثر من سباننك تري بروتوكول توبولوجي في داخل شبكة واحدة حيث أن كل توبولوجي تحتوي على فيلان واحدة أو أكثر من فيلان بتكون خاصة فيها يعني بيتم بناء توبولوجي خاصة بهذه الفيلان الناتب فيلان وهو موجود في البروتوكول 802.1Q ويتم ضم الفريمز التي لا تحتوي على تاك في داخل هذه الفيلان الان تي بي وهي اختصار النيتورك تايم بروتوكول وهي آلية تستخدم لضبط الوقت في أجهزة الشبكة ومن الممكن تنفيذ الاثنتيكيشن عليها لزيادة الموثوقية الباكت ري رايت قبل أن يتم إرسال الباكت يقوم السويتش متعدد الطبقات لتغيير عدد من الحقول في الباكت لكي تعكس عملية إعادة التوجيه في الطبقة الثالثة الباجب اختصار لبورت أجريجيشن بروتوكول وهو بروتوكول ملكية خاصة بسيسكو ويتم استخدامه لعملية التفاوض الأوتوماتيكي في تقنية الإيثاري تشانل البوينتو بوينت بورت وهو يطبق في سيسكو في بروتوكول الرابط سبنينج تري بروتوكول وهو منفذ فول دابليكس والمتصل مع سويتش آخر مما يجعله يصبح ديزيغنيتت بورت البورت فاست وهي خاصية في السبنينج تري بروتوكول يستخدم في منافذ الهوست والمتصل عليه جهاز واحد حيث يقوم باختصار حالة الليسنينج والليرنينج اللي هي الاستماع والتعلم مما يجعل الجهاز عند ربطه يعمل مباشرة مما يسرع عمل الجهاز ووصوله إلى الشبكة نقوم بتفعيل البورت فاست مع المنافذ المحتوى التي تتصل مع أجهزة زي البي سي أو السيرفر واللي هي بتكون منافذ أكسس أي أنها تتعامل مع فيلان واحدة ولا نقوم بتفعيله مع المنافذ الترانك اللي تربط السويتشات مع بعضها البعض حتى لا يتسبب في حصول اللوب في داخل الشبكة الباور كلاس تصنيف لأجهزة الباور أوفر إيثرنت والتي تصف كمية الاستهلاك الأقصى للكهرباء للجهاز ومدى تصنيف الباور للأجهزة وهو من صفر حتى أربع الباور أوفر إيثرنت ويتم اختصاره بالPoE وهي الطاقة الكهربائية التي يتم توفيرها عبر كياب للشبكة نفسها من خلال منفذ السويتش البريماري فيلان وهي الفيلان العادية التي تعمل على مستوى الطبقة الثانية ويتم استخدامها كأساس للبرايفت فيلان حيث سوف يكون تابع لها سيكوندري فيلان واحدة أو أكثر البرايفت فيلان وهي فيلان خاصة يتم إعدادها كبرايماري أو سيكوندري مما طبعا راح تكون عندي البريماري وبعد كذا في داخلها راح يتم إنشاء سيكوندري نستفيد منها أنه يقيد ويعزل حركة المرور في داخل الفيلان الواحدة حيث تعتبر البرايفت فيلان هي عملية تقسيم الفيلان الواحدة البروميسي كوسوس بورت وهو منفذ السويتش الذي يقوم بتوجيه البرايفت فيلان لكي تتصل بالديفولت كتوي البر فيلان سبانينغ تري وهو بروتوكول ملكية خاصة بسيسكو وهو إسطار مطور لسبانينغ تري بروتوكول والذي يسمح ببناء سبانينغ تري بروتوكول توبولوجي واحدة لكل فيلان أو لكل مجموعة فيلانز في جهاز اللاير تو سويتش البر فيلان سبانينغ تري بلاس وهو ملكية خاصة بسيسكو وهو إسطار مطور للبر فيلان سبانينغ تري والذي من خلاله نستطيع التعامل مع البر فيلان سبانينغ تري والبر فيلان سبانينغ تري بلاس والCST اللي هي الكمون سبانينغ تري مما يسمح بعملها بشكل مدداخل في داخل السويتش الراديوس اختصال لريموت اثنتوكيشن تايل ان يوزر سيرفيس وهو بروتوكول كمعيار يستخدم للاتصال مع سيرفرات الترابل اي الروت بريج وهو جهاز سويتش في توبولوجي السباننج تري بروتوكول والذي يتم انتخابه لكي يصبح السويتش الرئيسي الذي يتم من خلاله كنقطة مركزية لبناء توبولوجي السباننج تري بروتوكول لما يعطينا التوبولوجي خالية من مشاكل اللوب على مستوى الطبقة الثانية الروت غارد وهي خاصية في السباننج تري بروتوكول والذي يتم من خلاله التحكم بالسويتش الذي سوف يصبح الروت بريج في داخل الشبكة الروت باث كوست وهي التكلفة التراكمية لكافة الروابط المؤدية الى الروت بريج الروت بورت كل سويتش سوف يقوم باختيار منفذ واحد ليعمل كروت بورت وهو المنفذ صاحب اقل قيم التكلفة تؤدي الروت بريج في داخل السباننج تري بروتوكول توبولوجي الرابط بير فيلان سباننج تري بلس وفكرتها تطبيق الرابط سباننج تري بروتوكول على مستوى الفيلان الواحدة او مجموعة من الفيلانت وهذا البروتوكول يجمع ما بين السباننج تري بروتوكول التقليدي والبير فيلان سباننج تري بلس الخاص بسيسكو الرسبان وهي اختصار لريموت سويتش بورد اناليزر وهي جلسة سبان وهي بتكون مقسمة بين سويتشين منفصلة ويتم نغل البيانات فيما بين السورس ودستيناشن من خلال فيلان خاصة بالريموت اسبان وفكرتها زي ما ذكرنا انه يكون التستيناشن في سويتش والسورس في سويتش اخر RSTB اختصار لرابط سباننج تري بروتوكول وهو بروتوكول عام يتم اعطاه المعيار 802.1W وهو بروتوكول تطويري للسباننج تري بروتوكول من ناحية انه يقوم بتسريع عمل بروتوكول للسباننج تري بروتوكول الSDM هي اختصار لسويتشينج تاتا بيس منيجر وهو موجود في السيسكو ايو اس والتي تقوم بوظيفة اعداد او ضبط مساحة الجدول في منصة الجداول بشكل عام في منصة السويتش السيكوندري فيلان وهي تصف الفيلانز التي يتم اعدادها من خلال الفريماري فيلان وهي فيلان احادية الاتجاه والتي تستطيع تمرير حركة البيانات من وإلى الفيلان الاساسية المرتبطة لها ولكن ليس بأي سيكوندري فيلان اخرى الاسبان وهي اختصار لسويتش بورد اناليزر ويتم تفعيلها في السويتش بهدف مراقبة حركة البيانات الخاصة بالسورس انترفيس او السورس فيلان لنقلها الى التستينيشن انترفيس وهو منفذ مختلف عن السورس وذلك لاهداف مراقبة او تحليل للبيانات الاستي بي اختصار لسباننغ تري بروتوكول وهو بروتوكول يتصل فيما بين سويتشات الطبقة الثانية والتي يتم من خلال اكتشاف اللوب في داخل التوبولوجي قبل ان يتشكل مما يمنع حدوث اللوب في داخل الشبكة طبعا على مستوى الطبقة الثانية الاستيكي ماك ادرس العنوان الفيزيائي يتم تعلمه بشكل تلقاي في البورد سيكيوريتي وفكرة الاستيكي ماك ادرس هي خاصية في البورد سيكيوريتي تجعله يتذكر ويتوقع الماك ادرس اللي موجود على المنفذ السويتش الاستراتوم طبقة وهو رقم يشير في اي طبقة من التسلسل الهرمي للنتورك تايم بروتوكول كمصدر للوقت الطبقة واحد تمثل اكثر دقة للوقت سيبيريور بي بي ديو البي بي ديو المتفوقة وهي البي بي ديو التي يتم استلامها وتحتوي على افضل قيمة بريج اي دي وافضل من الموجودة في الروت بريج الاس اف اي وهي اختصار لسويتش فيرج والانترفيس وهو منفذ اللوجيكل بيتم استخدامه لتعيين عنوان الطبقة الثالثة لكامل شبكة الفيلان السويتش بلوك وهي وحدة شبكة او مبنى يحتوي على مجموعة من سويتشات طبقة الوصول مع زوج من سويتشات طبقة التوزيع المتصلة بها الاسويتش سبوفينج انتحال جهاز السويتش وهو جهاز يحتوي على برنامج ضار يقوم من خلاله باستخدام الديناميك ترنكينج بروتوكول لكي يتحول الى سويتش بهدف ان يتفاوض مع منفذ السويتش المتصل به ليتحول من حالة الاكسس الى حالة الترنك مما يمكنه من الاتصال بالمزيد من شبكات الفيلان السنكرونيزيشن عملية المزامنة في بروتوكول الربد سبانينج تري بروتوكول وتتم بين كل سويتشين حيث يتبادل من مصافحة اللي هي البربوزل والأجريمنت للتأكد من عدم حصول البريجينج لوب وبناء التوبوريجي الخاصة بالربد سبانينج تري بروتوكول التي كام وهو جدول موجود في سويتشات سيسكو والذي يتم استخدامه لاتخاذ قرارات ارسال الباكت بناء على السياسات او الاكسس لست ويقوم التي كام باتخاذ قرارات الارسال بالتزامن مع الطبقة الثانية او الثالثة التي سي ان وهي رسالة يتم ارسالها من خلال منفذ اللي هو الروت بورت في السويتش عندما يكتشف السويتش منفذ من منافذ وتحول من حالة الارسال الى حالة الاغلاق حيث يتم انشاء رسالة بولوجي تشينج نوتيفكيشن وبيتم ارسالها الى الروت برج والذي يقوم بدوره بارسالها الى جميع السويتشات الاخرى الموجودة في شبكة الطبقة الثانية تي ال في اتريبيوت هذه التي ال في هذه موجودة عندنا في داخل بروتوكول الال دي بي وهي السمة او صفة يتم تشكيلها من خلال نوع وطول وقيمة المعايير المستخدمة في اعلانات ال 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 دي بي الترانسبيرنت بريج وهو جهاز شبكي يقوم بعزل شبكتين محليتين فيزيائيا ولكن سوف يتم نقل ال ايثرنت فريمز فيما بينهما اليودلد وهي اختصار ليوني دايركشنال لينك ديكشن وهي خاصية يتم تفعيلة على السويتش ليتأكد من ان الرابط هو ثنائي الاتجاه اذا لم يكن كذلك عندها سوف يقوم اليودلد بتعطيل المنفذ اوتوماتيكية ال in noun unicast flooding وهو اجراء يقوم سويتش باتخاذه عندما يكون التستي نيشن ماك ادرس غير معروف لدى السويتش حيث سوف يقوم السويتش في هذه الحالة بارسالة الفريم الى جميع منافذ السويتش ما عدا المنفذ التي استقبل منه هذه الفريم ال uplink fast وهي خاصية في ال spanning tree protocol الذي يتم تفعيلها على سويتشات طبقة الوصول والتي تقوم بتفعيل المنفذ المغلق عندما يتوقف منفذ ال rootport الاساسي الفي access list وهي اختصار لفيلان access control list وهي عملية تصفية للتحكم بحركة البيانات التي تمر في الفيلان الفيلان اختصار لفيرج وال local area network وهي شبكة logical موجودة على layer 2 switches او سويتشات الطبقة الثانية بيكون موجودة على سويتش واحد فما فوق بحيث تشكل مجال بث واحد single broadcast domain الفيلان number رقم الفيلان وهو رقم يتم استخدامه كمؤشر تعريف فريد للفيلان في داخل السويتش والذي يتم من خلاله تمييز الفيلان عن الفيلانز الاخرى في السويتش فيلان trunk وهو رابط فيزيائي والذي يستطيع حمل بيانات اكثر من فيلان واحدة من خلال logical tagging الفويس فيلان وهي فيلان يتم استخدامها فيما بين السيسكو IP phones وسويتشات سيسكو لكي تقوم بحمل حركة بيانات الفويس الفي ار ار بي باك اوب راوتر وهو راوتر في مجموعة الفي ار ار بي والذي يقوم بالانتظار حتى يتوقف الراوتر الماستر عن العمل قبل ان يقوم الباك اوب باخذ مكانه والعمل كماستر الفي ار ار بي ماستر راوتر وهو راوتر في داخل مجموعة الفي ار ار بي والذي يقوم باستقبال حركة البيانات القادمة الى الفيرجوال جيتوي اي بي والفيرج والماك ادرس كونه هو الراوتر الرئيسي الذي سوف يظل في حالة عمل الفي اسبان واللي يطلق عليها فيلان بيست سويتش بورت اناليزر وهي فيلان خاصة بجلسة اتصال الاسبان حيث يتم استخدامها لنقل نسخة من حركة البيانات للسورس الى التستيناشن بهدف مراقبة حركة البيانات او تحليلها الفي تي بي اختصارها هي اختصار لفيلان ترنكينج بروتوكول وهو يستخدم لنقل اعدادات الفيلان فيما بين مجموعة من السويتشات في داخل مجموعة واحدة اللي هي راح تكون الفي تي بي دومين او مجال الفي تي بي الفي تي بي كونفجريشن الرفيجن نمبر وهو مؤشر يدل على الاصطار الحالي للمعلومات المستخدمة في الفيلان في تي بي والفي تي بي ميسج صاحب قيمة الرفيجن نمبر الاعلى هو الاحدث ويحتوي على تغييرات في اعدادات الفيلان الفي تي بي دومين مجال الفي تي بي وهو مجال يحتوي على عدد من السويتشات التي تتشارك فيما بينها في مجموعة مشتركة من الفيلانز الفي تي بي برونينج وهي خاصية في الفي تي بي تقوم بتخفيض ارسال حركة البيانات الغير ضرورية للسويتشات التي تحتوي على في لانز لا يوجد فيها اجهزة متصلة بها حيث تقوم البرونينج بازالة الفيلانز من على ربط الترنك في حال لم يكن هناك جهاز يعمل تابع لهذه الفيلانز الفي تي بي سينكرونيزيشن بروبلم وهي اعلانات الفي تي بي غير متوقعة وتحتوي على قيمة الرفيجن نمبر اعلى مما هو موجود في الشبكة مما يتسبب في تغيير غير مصرح به في داخل قائدات بيانات الفيلانز في سويتشات الشبكة تحصل هذه المشكلة عندما نقوم بتركيب سويتشات مستعملة سابقا في شبكات اخرى ونركبها في شبكتنا الحالية فقد تؤدي الى حصول هذه المشكلة الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم اشوفكم باذن الله في الفيديو القادم كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية